السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة تخص الرجال والشباب خصوصا هي لترطيب وتنعيم وتكثيف اللحية فكما سبق ووضعت فيديوهات ووصفات خاصة لترطيب اللحية والذقن وأيضا تنعيمهم فنالت إعجاب الكثير منكم وتركتم لي تعليقات جميلة جدا وهناك من أسالي رسائل يشكرني على الوصفة أو الوصفات ووضعت العديد من الوصفات لذلك اليوم سوف أقدم لكم أيضا وصفة أخرى جميلة جدا إذا دومت عليها سوف ترى نتائج ملحوظة جدا وأيضا هي من أول استعمال ترى الفرق في النعومة بإذن الله إذا سوف أحتاج أول شيء كما ترون هنا إلى نصف موزة طبعا فهي كافية وصفة أضيف لها القليل من المايونيز وأيضا زيت الزيتون أو زيت جوز الهند تقريبا ملعقة كبيرة ثم أقوم بتحريك الخلطة جيدا حتى تنسجم العناصر مع بعضها البعض ثم تقوم بوضعها على اللحية وفرد اللحية بها يعني إذا كانت لحية طويلة تقوم بفردها كأنك تضع كيراتين على الشعر بتلك الطريقة ثم تتركها من 30 إلى ساعة من 30 دقيقة إلى ساعة وتقوم بغسلها بالماء الدافئ فقط يمكن استخدام بعد ذلك سيروم القهوة الذي قمت بصنعي في المنزل أيضا سوف أترك لكم رابطها أسفل في صندوق الوصف أو أخذ قليل فقط من القهوة وضعها في الماء السخن ثم رشها على اللحية لكي تتركها لمعان وأيضا رائحة جميلة جدا جدا في اللحية والذقن أيضا وهذه الوصفة تقوم بإزالة تلك الرؤوس البيضاء التي تكون في اللحية وهي غالبا تكون نتجة عن سبب حرق أو تعريض اللحية للحرارة مثل مثلا المكوات أو الاستشوار أو ما إلى ذلك فبإذن الله سوف نعالجها بهذه الوصفة وأيضا تقوم بتكثيف كما قلت تعمل على تكثيف ونمو شعر جديد وذو ملمس رطب ونائم إذن كان هذا فيديو اليوم وكانت هذه وصفة اليوم ثلاث مكونات فقط سوف تخلصك من خشونات اللحية والذقن بإذن الله إذن إلى اللقاء مع فيديو جديد مع قناة نور شانيل ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الوصفة مع أصحابكم لكي تعمى الفائدة إلى اللقاء